القرآن مليء بالحجاج العقلية لما رب الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول علشان يثبت لهؤلاء المجادلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجود الله عز وجل فيقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ده نص قرآني هذا النص القرآني بيخاطب عقلاء أم مجنين خاطب عقلاء علماء الكلام اللي يجوم بعد كده لما يجوم يفصصوا النص القرآني دوت قال لك هذا النص القرآني يحتوى على قاعدتين عقليتين القاعدة الأولى قاعدة بطلان الترجيح بلا مرجح أم خلقوا من غير شيء يعني حضرتك كده أنا يبقى عندك ميزان وتلاقي فيه كفة طبة عقلا إلا حصل إلا حصل في حاجة في حاجة رجحت لكن ترجح لوحدها من غير أي سبب هل عقلك السليم يقبل هذا لا يقبل إلا إذا كان الميزان بايز دي حاجة تانية لكن الميزان لو سليم وفيه كفة طبة إذن فيه سبب أليس كذلك يبا إذن القرآن بيقول أم خلقوا من غير شيء وما جاوبش ما جاوبش ليه لأنه طالما حضرتك من قبيل الممكنات أنت كإنسان هذا العالم كله عند العلمة بيسموه ممكن عقلا يعني ممكن عقلا يعني العقل البشر السليم يقبل وجوده أو عدم وجوده يعني ممكن تبقى أنت موجود وممكن ما تبقاش موجود هذا العالم قد يكون موجود أو غير موجود فإذا كان العالم من قبيل الممكنات العقلية إذن هناك من رجح الوجود على العدم فلا بد من البحث عن المرجح الآية القرآنية اختصرت كل ده وقالت أم خلقوا من غير شيء عشان أنت بنفسك تجاه وتقول كلا لا يقبل أن يخلق الإنسان من غير سبب ثم تقول الآية أم هم الخالقون يعني هم اللي خلقوا أنفسهم وما جاوبتش برده هذا المقطع احتوى على قاعدة عقلية اسمها بطلان الدور يعني أنت تخيل أنت اللي خلقت نفسك دي معناها إيه معناها أنه أنت مش موجود كنت موجود فعملت نفسك اجتماع نقيضين على طول وده من المستحيلات العقلية فإذن الآية لما بتقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون دي أدل العقلية لما ربنا سبحانه وتعالى يدلل على الوحدانية فيقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسداتها ده دليل عقلي علماء الكلام لما جئوا يفصصوا يشرحوا بعد كده قال لك ده اسم دليل التمانع يعني لو كان في الكون أكثر من إله لكان أو للزم عن ذلك أن يكون الكون فاسدا لكنه غير فاسد إذن الخالق واحد إذن الدين يا أخوانا بعكس ما يظن كثير من الناس الإسلام حصرا ليس دينا عاطفيا الإسلام هو الدين الوحيد الذي يترافق فيه العقل مع الإيمان ولا يقبل من المسلم أنه يكون مسلم لأنه سمع الناس مسلمين إحنا عندنا علماء الكلام بيقولوا إنه المقلد في إيمانه في إيمانه كلام يعني بعض علماء الكلام قالوا إنه لا يقبل من المسلم أن يكون مؤمن لمجرد التقليد فيسأل أنت يلي يا ابني مسلم يقول لك ما عرفش ده في إيمانه كلام إحنا علماءنا بيطلبوا من الناس أن يبحثوا عن الله عز وجل إذا كانوا غير مؤمنين بوجود الله وغير واسقين من وجود الله فالإسلام لا يقبل من أتباعه أن يكونوا مسلمين لمجرد أنهم ولدوا مسلمين وإن كان الإسلام هو دين الفطر يبقى إذن الإلحاد خرافة لأنه في خرافة منتشرة وهي أن الدين مجرد تسكين أو مخدر أو عاطفة أو أفيول للشعوب حضرتك ممكن تقول أي حاجة أنت عايزها لكن هذا ليس هو الواقع الدين هو مقتضى العقل السليم